لكن اللي بيكلكني الجهة الأخرى يعني أنا في فترة وجود حماس كان هناك تنصيق يومي لكن دلوقتي رفح الفلسطينية في حالة حرب وفي حالة من الفوضى الشديدة والهلع وطائرات استطلاعته حاول أن تلقي بقزائف بالقرب من معبر رفح وحضرتك تعلم تماما أنه انضرب على هذا المعبر أكثر من أربع مرات بالقرب منه لترويع الناس وبالتالي فكرة فتح المعبر أنا بعرض حتى الشاحنات وبعرض الدخول للخطر لا سيما حالة الجنون الإسرائيلية اللي حضرتك شايفها ده بيضربوا بالصاريخ المساكن والبيوت على أصحابها وبالتالي نحن نستشعر الخطر الشديد جدا من أن أدخل أي شاحنة كده وافتح المعبر على مصرعيه ويتم ضربها أو يتم قصفها دي تبقى مسئولية حتى أدبية تجاه الحكومة المصرية لازم يبقى هناك تنصيق قوي في هذا الشأن أو حتى من خلال الأمم المتحدة إذا كانت الأمم المتحدة تقف في الجهة الأخرى وتؤمن دخول هذه المساعدات المعبر يفضل بفضل